قبل أيام من الموعد قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء المباراة التي ستجمع يوم الخامس عشر من نوفمبر المقبل بين المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ونظيره الموريطاني على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولي عبد الله بالعاصمة الرباط ومن المنتظر أن يستضيف الملعب المذكور بالعاصمة الرباط المباراة الأولى للأسود والتي تدخل ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 21-20 للإشارة فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد سبق أن نفت يوم أمس الأحد في اتصال خاص مع قناة شوف تيفي كل الأخبار التي راجت بأن المباراة المذكورة بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب المرابطين ستلعب على أرضية ملعب الشيخ الأغضف بمدينة العيون